وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصل بحفظ الله ورعاية صباح اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية يلتقي خلالها بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابل المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخوه سمو رئيس الوزراء بالكويت الشقيقة بقاعة كبار الزوار مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وسبول دعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة وقد أدل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى دولة الكويت الشقيقة بالتصريح التالي يسرنا أن نحل على بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية نلتقي فيها أخانا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حاملين معنا تحيات مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وتمنياتهم الصادقة للدولة الشقيقة بقيادة سموه المزيد من الرفعة والتقدم والأزدهار وسننتهز فرصة هذا اللقاء لنؤكد عمق العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخيا بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا والسعراض السبول الكفيلة بتوثيق عرى التعاون والتنسيق التي تحفظ مسيرة مجلس التعاون ووحدته وقوته ومصالح شعوبه خاصة أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها تتطلب العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة والنفع على جميع دول المجلس وتستوجب التكاتف والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة ونستذكر بالتقدير في هذا السياق اتفاق الرياضة التكملي الذي تم توصل إليه بفضل حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة شفاه الله وعفاه والتحركات المحمودة لصاحب السموم الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والالتزام الذي أبداه قادة دول المجلس حيث كان هذا الاتفاق أحد أوجه ما نصب إليه جميعا نحو العمل الجماعي لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي من المؤمل أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء على كافة الصعود خاصة على الصعيد الأعلامية وذلك من خلال عدم منح الفرصة لأي أعلام معاد لتعكير صف هذا الاتفاق التاريخي إن دول مجلس تعاون تقع وسط منطقة مضطربة لا يخفى على الجميع تطورات الوضع فيها وأحداثه المتسارعة وما لم يكن التكامل وتغليب المصلحة الجماعية على الفردية شعارا للمرحلة فإن التطورات ستلقي بتأثيراتها السلبية وإننا على يقين أن الأشقاء بدولة الكويت يشاطرون إخوانهم بمملكة البحرين السعي إلى الحفاظ على التضامن والترابط والتكامل الذي يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ترجمة نانسي قنقر